السلام عليكم ورحمة الله وطلابنا العزاء أهلا وسهلا بكم اليوم طبعا إحنا قاعدين شدحنا فيه ليه؟ لأنها هي دروس مترابطة مع بعضها البعض فما بقدر أن نزل لكم الدرس الأول إحنا مش بمسلسل نعرض حلقة ونتظرونا في الحلقة القادمة لا عشان تخلصوا الدرسين مع بعض بظل الدرس الثالث ما إلو علاقة بالدرس الأول والثاني ولكن إن شاء الله في غضون الأسبوع هذا إن شاء الله بكون نزل لكم بإذن الله عز وجل تعالوا نكمل الأدلة التي قدمها العالم هاريهس لتأييد نظريته المرة الفاتت شرحنا لكم إيش؟ اللي هو تشابه وتطابق أعمار الصخور المرة هاي من نشرح الأشرة المغناطسية ويفضل يفضل هسا بتكبس زر إيقاف بتروح تعمل لك فين جان قهوة بتعملي الكاسة تنسكة فيه أو فين جان قهوة وبتيجوا لي حضراتكم ومعكم مرق وقلم عشان تفهموا لي راح أحكيه تمام؟ لأن هذا الموضوع بالذات هو فهم وليس حفظ إذا فهمته وحفظته بسهولة تمام؟ دي الله بس سنناكم جبوا لي معكم قهوة كمان أوكي الله يرضى عليكم طيب الأشرة المغناطسية شو المقصود بالأشرة المغناطسية؟ بس قبل ما وصل الأشرة المغناطسية بدي عرف مما يتكون لب الأرض من إيش؟ من عصري الحديد والنيكل F-E وال-N-I تمام؟ هذولة بتكون منهم لب الأرض تمام؟ تمام إلا ماذا ينقسم لب الأرض؟ ينقسم للب الخارجي وحالته سائلة ولب داخلي حالته صلبة شو حالته؟ صلبة تمام؟ يعني يا أستاذ لو رسمنا مقطع أرضي للكرة الأرضية هذا لب داخلي وهذا لب خارجي والخارجي هو سائل وهذا صلب والثنين بتكونوا من ال-N-I وال-F-E تمام؟ تمام ماذا ينشأ عن حركة صهير الحديد والنيكل؟ يعني ماذا ينشأ عن حركة اللب الخارجي المكون من ال-N-I وال-F-E؟ تعالوا علي بقول لك ينشأ تيار كهربائي ينشأ عنه مجال مغناطيسي أرضي قطبان شمالي وجنوبي أيها أستاذ المجال المغناطيسي الأرضي تكون بفعل حركة اللب؟ أي نعم لأنه إحنا أصلا لما نيجي نعرف المجال المغناطيسي والمغناطيسي اللي حقنا لكم عنه بالصف الثامن قلنا لكم أنه عبارة عن حركة إلكترونات تتحرك باتجاه واحد فأي حركة إلكترونات أي حركة ذرات في عناصر راح تمغنط القطعة معناته هنا اللب الخارجي هو الذي يتحرك معناته يعطي مجال مغناطيسي تيار كهربائي ومن ثم ينشأ عنه مجال مغناطيسي هذا المجال المغناطيسي له قطبان شمالي وجنوبي وإذا ما نلاحظ أن القطب ها ركزوا معاي بالله عليكم راح أرسم رسمتين هاي ها هاي عبارة عن كرة أرضية جغرافيا جغرافيا وهاي عبارة عن كرة أرضية بس بلاس نوقع من الحفة وهاي عبارة عن كرة أرضية اللي هو جولوجيا جولوجيا ليش؟ عشان أفهم مفهوم المغناطيس تمام؟ الآن مننا نيجي نحكي عن القطب الشمالي والقطب الجنوبي باجع هاي الرسمة بقول لك هاي النقطة قطب شمالي وهاي النقطة قطب جنوبي تمام؟ تمام أوكي وبمد بناتهم خط وبقول لك هذا محور دوران الأرض هذا جغرافيا هذا أخذنا وين؟ بالجغرافيا نيجي الآن اللي بننا نأخذه بالجولوجيا قال لك يا سيد العزيز كل قطب شمالي جغرافي هو نفس قطب جنوبي مغناطيسي ولكن ما بكون مائل يكون فعليا هون وهون على نفس الاستقامة لاحظوا هون رسمتم مائلات هون لا هذول أقطاب شمالية وجغرافية هذول أخذناهم من صف الأول ونحن نعرف الشمال وهي نسبة للقارة الشمالية والجنوب نسبة للقارة الجنوبية ولكن هون قال لك هاي النقطة هي القطب الجنوب المغناطيسي تمام؟ طيب تحت رح يكون القطب الشمالي المغناطيسي جمع اللي الثلتين مع بعض باجيب أقول لك هذا المحور له الأزرق يمثل القطب الشمالي الجغرافي ويمثل القطب الجنوب الجغرافي لو أجينا على القطاب المغناطيسية التي تولدت بفعل حركة الإلكترونات لذارتي عنصري النكل والحديد التي أدت إلى تكوين مجال مغناطيسي باجيب أحكي لك يا سيد العزيز هذا الخط المستقيم هو الذي يعطي المجال المغناطيسي الأرضي ولكن نسبة لفوق لو إجينا هنا وقلنا لك يا سيد العزيز شو الأقطاب اللي عندي باجيب أقول لك هيا مسحناها الاس إلى الأعلى والأن إلى الأسفل اس شو يعني قطب جنوب مغناطيسي إلى الأعلى طب فوق أو تحت قطب شمالي مغناطيسي هيا تها قطب شمالي مغناطيسي تمام؟ تمام هذا محور دوران الأرض حول نفسه ما الذي دخل فيه هذا جغرافيا يفسر الليل والنهار وتعاقب الفصول الأربعة خلي ما بدي أياه أما المحور المغناطيسي هو المحور الذي تتولد عليه المجال المغناطيسي الأرضي وإذا لاحظت كل الخطوط خارج من القطب الشمالي هيا خارج من القطب الشمالي رايحة للقطب المغناطيسي لأن حركة خطوط المجال كما أخذتها بالفيزياء وبالعلوم هي تخرج من الشمال وتدخل في الجنوب تمام؟ فهمناها؟ أظل لك عيد الفيديو نعيد هاي الرسمي يا أستاذ جغرافيا ما بدنا إياها إحنا طب هاي اللي بتهمنا نتيجة حركة المواد في لب الأرض النكل والحديد أدى إلى تكوين مجال المغناطيسي هذا المجال هذا المجال أدى إلى نشوء مجال المغناطيسي قطبه الجنوبي في الأعلى وقطبه الشمالي في الأسفل لو مدينا خط من سميه محور المغناطيسي المحور المغناطيسي خطوط المجال تخرج من الجنوب عفوا تخرج من الشمال وتدخل في الجنوب طب داخل المغناطيس إذا بتتذكروا كنا نشرحها بالعلوم داخل المغناطيس تكون من الجنوب إلى الشمالي تمام؟ يعني نشبه كرة الأرضية بمغناطيس هايو هذا اللي فوق إيش رح نسميه قطب جنوبي يعني هنا S هنا N فالخطوط المجال تخرج من N وتذهب إلى S هيا تخرجت وهنا كذلك الأمر خرجت ولا تتقاطع طب يا أستاذ داخل المغناطيس من S إلى N نفسها اعتبرها كوكب الأرض عفوا نفس اعتبرها إيش؟ كوكب الأرض وهذا الكوكب اللي اعطانا القطب الجنوبي في الأعلى المغناطيسي يوازي القطب الشمالي الجغرافي وهنا القطب الجنوبي الجغرافي يوازي القطب الشمالي المغناطيسي تمام؟ نيجا نكمل بقول لك ماذا يحدث للمعادن المغناطيسية عندما تتبلور الماغمة؟ نعرف بالصف العاشر قلنا لكم أنه هي المعادن تتكونت بفعل تبلور الماغمة وتبريدها وفق درجات حرارة معينة أعطتنا المعادن 1400 معدن المعادن السيليكاتية واللاسيليكاتية وأحاديت العنصر كالذهب والفضة الكبريت مثلا كالكوات زي الألماسة كلها معادن تبلورت وفق نظام هندسي معين ما ندخل فيه ولكن تطمغنط الآن أثناء عملية تبلورها أثناء عملية التبلور يعني بتتكون قاعدة يعني يا أستاذ أثناء عملية تشكل قاع المحيط لأنه لما تشكل قاع المحيط راح تبرد الماغمة وتتبلور وتعطينا وتعطينا مجال مغناطيسي خاص بالقطعة الصخرية الموجودة خاص في القطعة الصخرية ننكمل تحت طيب فبقول لك تطمغنط وتترتب ذراتها باتجاه المجال المغناطيسي الأرضي ونفسه وعندما تتصلب فإنها تحتفظ باتجاه هذا المجال المغناطيسي وقد تكونها وتسمى المغناطيسي القديمة شو تسمى المغناطيسي القديمة تمام طيب شو هي المغناطيسي القديمة ظاهرة تدلع تطمغنط ذرات المعادن المغناطيسية وترتيبها عندما تتبلور من الماغمة باتجاه المجال المغناطيسي الأرضي يعني لو أنا عندي الآن قطعة صخرية في ظاهر المحيط عمالها تتكون تمام عمالة تتكون رح تظهر عندي حسب اتجاه المجال المغناطيس الأرضي رح يكون في عنا إلى الأعلى S وهنا N وتخرج خطوط المجال من هاي لهاي يعني لو مسكت القطعة الصخرية هاي وشفت مجال المغناطيس إتاحها رح أقول لك هي نفس مجال المغناطيس الأرضي القطب الجنوبي في الأعلى تمام والقطب الشمالي في الأسفل اتمغنطت وظلت عليها منذ تكوينها تمام طيب وعندما تتبلور من المغناطيس الأرضي السائد نفسه وقت تكونها وعندما تتصلب فإنها تحتفظ باتجاه ذلك المجال المغناطيس الأرضي هاي شو منسميها المغناطيسي القديمة تمام ترى داي غرك الموضوع شوي معقد ولكن سهل بظل أسهل من الفيزياء ومن الحسابات ومن الأحياة والهايدروكيميا تاعة العضوية انسوا سيبكو تمام طيب نجي الآن علل انعكاس المجال المغناطيس الأرضي في مدد زمنية مختلفة عبر التاريخ الجيلوجي كيف يعني تتذكروا الصفيحة المحيطية التي تكونت جديد عند ظهر المحيط قسموها العلماء لعدة مناطق مغناطيسية قال لك مرة هنا اس هنا ان مرة هنا ان هنا اس مرة ان اس رجعت اس ان طب شو السبب؟ ليش لما أنا أخذت شريط من القطع الصخرية تبين أن هناك انقلابات مغناطيسية مرة ان فوق ومرة ان تحت مرة كما هو المجال المغناطيسي الأرضي اس إلى الأعلى قطب جنوبي وان نورث إلى الأسفل وهو القطب شنوبي شمال المغناطيسي ليش اختلفت في بعض الأوقات زي ما احنا شفنا بالصورة؟ بسبب تغير حركة صهير الحديد والنكل في اللب الخارجي مرة مرة كان الاتجاه بهذا الشكل فأعطى القطب الشمال المغناطيسي إلى الأعلى أعفا القطب الجنوبي المغناطيسي إلى الأعلى ومرة نورث كان في الأسفل مرة بعديها تحركت الحديد والنكل باتجاه معاكس فأعطاني المجال المغناطيسي عكس الأول صار هنا الان وهون الاس بس برضو هذول مجال ماله مغناطيسي تمام؟ تمام إذن حركة مهنة أصلا لو نرجع لطريقة المغناطة بصف الثامن راح تكتشف أنه إذا حركت على القطعة زي هي كدلكتها بقطعة مغناطيسية راح تتمغنط بناء على مغنطة القطعة المغناطيسة التي أنت مغنطتها ولكن إعكس الحركة راح يأخذ مجال مغناطيسي جديد تمام؟ طيب جدول مقارنة بين أنواع القطبيات هاي لحالها من سميها قطبية وهاي قطبية عفوا سوري هاي قطبية واللي عكسها قطبية هاي وين عكسها؟ آه هاي نفسها آه قطبية ليش؟ هاي اس ان نفس مجال المغناطيسي الأرضي طيب هاي عكسها شو سميناها؟ مقلوبة مش منسف مقلوبة تمام؟ طيب هاي قطبية عادية نيجي الآن هون فالقطبية العادية بل الله أنا أحميت بالحصة بدي إيش وخاصة أنه أنا مريض بنفك الزرار يا عمي طيب فبقول لك هاي القطبية هاي القطبية إذا كانت قطبية عادية فالمجال المغناطيسي المحفوظ في الصخور تتجه فيها المعادن المغناطيسية باتجاه المجال الحالي شو المجال الحالي الأرضي؟ المجال المغناطيسي الأرضي فوق قطب جنوب اس وتحت ان قطب شمالي تمام؟ هاي إذا ظهرت هيك القطعة الصخرية معنات قطبية عادية طيب إذا ظهرت قطبية مقلوبة معنات المجال المغناطيسي المحفوظ في تلك الصخرة يكون عكس عكس المجال المغناطيسي الحالي يعني بمعنى آخر لو كانت قطبية مقلوبة راح يكون هناك اس هون راح يكون انفوق واستحت وخطوط المجال راح تنعكس مرة أخرى تمام؟ فمناها؟ الله يرضى عليكم فإذا كم نوع القطبية عنا؟ قطبيتين قطبية عادية وهذا يعني أن القطعة الصخرية احتفظ فيها المجال المغناطيسي بناء على المغناطيسية الحالية للأرض مثال يعني إذا كان بهذا الوقت مثلا إذا كان بهذا الوقت القطعة ممغنطة اسفوق انتحت معنات المجال المغناطيسي الأرضي راح يكون اسفوق وانتحت في فترة من الزمان تغير هذا المجال وأعطانا انفوق واستحت إذا لا؟ لأنه حركة تغيرت تمام؟ طيب ما هو الانقلاب المغناطيسي؟ ليه سميناه مغناطيسية مقلوبة؟ الانقلاب المغناطيسي هو التغير في قطبية المجال المغناطيسي للأرض من عادية إلى مقلوبة أي يعني من قطب جنوبي إلى الأعلى وقطب شمالي الأسفل إلى قطب شمالي في الأعلى وجنوبي في الأسفل تمام؟ تمام؟ هنا شو بنحكي؟ إنه المغناطسية شو ما لها؟ انقلبت. طيب ما هي الأجهزة التي تمت فيها الدراسات؟ جهاز واحد وهو قياس شدة المغناطسية للمجالات المغناطسية. تمام؟ ما هي نتائج هذه الدراسة؟ شو نتائجها؟ تعالوا عندي ثلاث نتائج. واحد هناك نمط معين يظهر في تعاقب الصخور على جانبي ظهر المحيط زي ما نرسمت لكم فوق هياتها. في نمط معين للقشرة الأرضية يعتمد هذا النمط على المجال السائد في وقت تكوين الصخور. تمام؟ طيب. اثنين تكون على شكل أشرطة مغناطسية ذات شدة مغناطسية عالية وأشرطة مغناطسية ذات شدة مغناطسية منخفضة بصورة متعاقبة وموازية للظهور المحيط. يعني هنا ببطل يعطيك هنا شدة منخفضة شدة عالية شدة منخفضة شدة عالية هذا كله رح نفسره تحت ورح نحل عليه أمثلة. طيب. وينها؟ ثلاث. كل شريطين متناظرين على جانبي ظهر المحيط لهم الشدة المغناطسية نفسها. لو أنا أجيت على هون وقلت لك يا سيد العزيز مثلا هنا آه هاي ظهر المحيط معناته يا أستاذ هاذ وهاذ إلهم نفس المجال المغناطيسي طيب وهاذ وهاذ إلهم نفس المجال المغناطيسي ونفس العمر. يلا عيش. تمام؟ طيب. كيف فسر العلماء هذه النكائج اللي إحنا وصلنا لها فوق. فسر العلماء ذلك بأن صخور القشرة المحيطية المكونة لهذه الأشرة وعندما تتكون في وسط ظهر المحيط تتمغنط معادنها المغناطيسية بحسب المجال المغناطيسي السائد في ذلك الوقت. قل لك طلع المعدن فوق برد اتمغنط رح يتمغنط بناء على المجال المغناطيسي السائد في الأرض. معناته يا أستاذ هل المجالات المغناطيسية اختلفت من مكان لمكان ومن زمان لزمان؟ أي نعم. تمام؟ طيب. ذلك أن الأشرة ذات الشدة المغناطيسية العالية تشكلت عندما كان المجال المغناطيسي السائد ذا قطبية عادية. شو يعني قطبية عادية؟ معناته. الان فوق عفوا الاس فوق الاس فوق رح يكون والان تحت هاي قطبية عادية. شو من المزلها؟ شدة مغناطيسية عالية. طيب. اثنين. إذا كانت الأشرة المغناطيسية ذات شدة مغناطيسية منخفضة تشكلت عندما كان المجال المغناطيسي السائد ذا قطبية مقلوبة. يعني رح يكون ان في الأعلى واس في الأعلى. طبعا هذول شمال هم أقطاب مغناطيسية. تمام؟ تمام. نيجي الآن. الآن من نعرف تعد الأشرة المغناطيسية المتعاقبة ذات الشدة المغناطيسية العالية موجبة. يعني وين في موجب؟ عالي. هاي موجب عالية. هاي السالبة منخفضة. تمام؟ طيب. بقول لك والمنخفضة إشارة سالبة. الموجودة على جانبي ظهر المحيط الأدلة على فرضية توسع قائل المحيط. طيب. بالله تفكروا شوية. بدي أصغر الخط أو أصغر الهاي شوية. شفت الرسم هاي؟ ولاحظوا هون. أو خلنا عفوا ننكبر شوية هون هيك. ها هي رسمة. صارت أوضح هيك صح؟ طلعوا علي. ها هيك صارت مغبشة. هيك. طلعوا علي. هذا الحز اثنين يعني اثنين هون. اللي أقل من اثنين ها. اللي أقل من اثنين لهون. هذا شو مسميه؟ قطبية عالية. موجبة. طب هذا سالب من عند واحد ونص إلى هاي الخط. هذا كان سالب معناته قطبية شو ما لها؟ منخفضة. تمام؟ تمام. لأنها سرح يجي سألك. سؤال. سؤال صعب. سؤال يراودني. سؤال. في صفحة شكل ست سعة. أقانن بين السخور التي عمرها 1.6 مليون سنة وعمرها 1.9. طبعا يا أستاذ طب احنا في عنا رقم. أنا أعطيتك الرقمين. في كتب قديمة نكتب فيها 1.6 وكتب جديدة نكتب فيها 1.9. على جانبي ظهر المحيط من حيث العرض والشدة المغناطسية ونوع القطبية المغناطسية. من حيث العرض. طيب. الـ 1.6 ملي نرجع الشكل. مين موجود الـ 1.6؟ خلنا نمسح بالله اللي بيصير هون قاعد معناه. احنا عرفنا موجب عالية وسالب منخفضة. 1.6 وين؟ هاي 1.6. إذن هو بعد. ها بعد الموجب هاياته هون 1.6. إذن شو قطبيته؟ رح تكون سالبة. إذن معناته قطبية شو معنها؟ منخفضة. شو أنا أكاتب لك؟ مغناطسية منخفضة سالبة وقطبية مقلوبة. تمام؟ شو شدة المغناطسية؟ مغناطسية منخفضة. نوع القطبية سالبة. شو نوعها؟ مقلوبة. طيب يا أستاذ 1.9 تعال شوف. وين 1.9؟ هاياتها. هون اثنين؟ معناته الـ 1.9 رح تيجي هون. معناته رح تكون موجبة. إذن شو نوعها؟ مغناطسية ذات شدة مغناطسية عالية. شو مالها؟ عالية هاياتها أو مرتفعة. موجبة لأنها إشارتها موجبة كانت وقطبية عادية. في منها السؤال؟ في منها المغناطسية؟ هاي المغناطسية اللي قزلوا عنها؟ هاي لما يجي قلك والله المجال المغناطسي الأرضي سوف يتغير؟ نعم ممكن يتغير منها حركة الحديد والنكل. طيب تجربة انقلابات المغناطسية في ملحق كتاب الأنجربة. نوع الثالث والعامل الثالث مكونات الصخور قاع المحيط. لماذا استخدم العلماء في عام 1964 الغواصة الفن لدراسة قيعان المحيطات؟ لدراسة قيعان المحيطات. ماذا استنتج العلماء بعد حصولهم عينات صخرية متنوعة تمثل قاع المحيطات؟ وجدوا أنها جميعها مكونة من صخور نارية ذات تركيب بازلتي. عشان هيك في بداية الدرس الثالث رأي يجي قولك القشرة المحيطية هي قشرة بازلتية. هي قشرة بازلتية تغطيها طبقات رسوبية يقل سمكها بشكل تدريجي كلما اتجهنا نحو وسط ظهر المحيط حيث تختفي عند مركزه. يعني يا أستاذ كل العينات اللي أخذوها من قاع المحيط هي صخور نارية ذات تركيب بازلتي؟ أي نعم. اكتشف العلماء حينها أن صخور بازلتية تظهر على شكل وسائد وتوجد على امتداد ظهر المحيط وتسمى باللابة الوسائدية وتسمى لابة وسائدية وهي صخور بازلتية تظهر على شكل وسائد. تمام؟ طيب كيف فسر العلماء هذا النوع من الصخور اللابة الوسائدية؟ أن مثل هذه الصخور يمكن أن تتكون فقط بسبب اندفاع الماغمة على امتداد وسط ظهر المحيط. هاي امتداد وسط ظهر المحيط على امتداده رح تدفع البازلت هنا رح يندفع البازلت على امتداده تمام؟ كيف تشكلت هذه الصخور اللي هي لابة الوسائدية؟ تتصلب الماغمة المندفعة من الشقوق تتخيل زي ايدي هاي مشققة تتصلب تخرج الماغمة زي كيف لما ماسك عجين وضغط على العجين تتصلب أو تخرج العجين من النقاط ضعفك اللي هي من هاي النقاط تمام؟ طيب في وسط ظهر المحيط بسرعة بسبب ملامستها للماء وقد اظهرت دراسات صخور قاع المحيط ان الماغمة قد اندفعت اندفاعا متكررا من تلك الشقوق مما يدل على تشابه الي تشكر صخور قاع المحيط لا تقوله المادة صعبة بدي تركيز اجب اقول لك من الان حط قدامك ورقة واكتب كل شي بقوله انا بالحصة بعد ذلك روح احفظ ما تحفظ مباشرة افهم الحصة ومن ثم روح احفظ الله يرضى عليك ويرضى عليك هذا اصعب درس ممكن تواجهه في الضغط الهاتف اصعب درس شفت الدرس القديم كان حفظ عادي ادلة عادية هنا الفهم الله يرضى عليكم اي سؤال استفسار ابعتولي اياه ما تترددوه طيب نيجي الان سؤال صفحة سبعين اذكر ثلاث ادلة تدعم فرضية توسع قاع المحيط لا تتعدى اعمار صخير المحيط الى مئة وثمانين مليون سنة وهذا يعني انها تتآكل عند جوانب هذه القارة وليلة انه هون هاي ظهر المحيط كل ما بتعدنا رح يصير في عندنا هون قشرة محيطية جديدة هون قديمة رح تغوص تحت مين الصفيحة القارية تمام فبالتالي ما عندي هنا بناء بس لا وتآكل فبالتالي رح يكون اكبر نوع صخور اكبرها مئة وثمانين مون سنة تناظر الاشرطة المغناطسية يعني لو هون وهون نفس المجال المغناطسي ونفس العمر رح يكون على جانبي ظهر المحيط من حيث العمر والعرض والقطبية العادية والمقلوبة تمام تكون صخور قيعان المحيطات جميعها من نفس نوع الصخور وهو البازلت وهيك من كون خلصنا الدرس اي سؤال اي استفسار ابعتوا لي يا طلابنا العزاد اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا واجعل المادة من خلفي اسهل المادة على طلاب التوجيه باذن الله يا رب يا قدير علي مراتب جيل 2007 الهي يا رب وقوله امين وراي ولا ننسى دعاء لا اخواننا المظلومين في كل مكان وفي كل زمان اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة